اهلا بكم اعزائنا مشاهدين في تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم سنتحدث اليوم عن غلق مطاري اربيل والسليمانية والاجراءة المتخذة من قبل البرلمان العراقي والحكومة العراقية ضد الاقليم والتأثير الذي قد يكون مباشرا او غير مباشر ضد او في التقدم العسكري ضد تنظيم داعش الارهابي هل من الممكن ان يؤثر هذا الامر هل من الممكن ان يكون هذا الامر والاجراءات هذه التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية هي ظلم للشعب في كردستان ام هي في الحقيقة تطبيق للدستور وهو امر قانوني بسبب مخالفة حكومة اقليم كردستان للدستور العراقي سأناقش كل هذه الملفات المتعلقة بهذا الموضوع مع ضيفي في الستوديو هنا الخبير في مركز الروابط للبحوث ودراسات الاستراتيجية الاستاذ اياد العناز اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك طيب استاذ اياد دعني ابدأ من تصريح وزير النقل في اقليم كردستان قال بانه الاقليم يرفض تسليم المطارات الى بغداد باي شكل من الاشكال وايضا قال باننا مستعدون للحرب يعني انه يقول الحكومة بغداد احنا مستعدون ان كنت يا بغداد جاهزة للحرب اذا هذه التصريحات خطيرة جدا الذهاب الى العقل الذهاب الى الهدوء وكل هذه الامور هي حقيقة غير موجودة ونحن بدأنا نسمع كلمة حرب تطرح من اقليم كردستان كيف تجد هذا الموقف سيدي بسم الله الرحمن الرحيم واسعد اللهم وسائكم بخير والتحيات لكم ولجميع مشاهدي قناة التغير مهلا بك حقيقة الامر احنا امام منعطف سياسي جديد في الملف العراقي السياسي او في الحياة السياسية العراقية احنا الان سوف نناقش ما بعد الخامس والعشرين من ايلول خلاص هناك كان حالة سياسية حالة تعبوية جماهيرية شعبية نادى بها قليم كردستان وهو موضوع اجراء الاستفتاء الشعبي الاستفتاء اصبح حالة منتهية يعني اصبح حالة مرهونة بوضع سياسي قادم واصبحت حقيقة واقعية على الميدان اذا ماذا علينا ان نعمل هنا الان المفصل في الكلام للحفاظ على العراق والحفاظ على شعب العراق والحفاظ على الشعب الكردي نحن نرى هناك تصاعد في الخطابات السياسية الاعلامية وحتى العسكرية بعد نتائج الاستفتاء الاخير وبعد الخطوة السياسية التي قامت بها اقليم كردستان وبالتالي نحن علينا ان ننظر الامور بمعيارين مهمين الاول هو المعيار السياسي وهو نقول عندما كانت القيادات الكردية تحاول دائما وتنظر الى العملية السياسية حسب اهميتها بكونها احد الشركاء الاساسيين في هذه العملية التي هي كانت نتيجة الاحتلال الامريكي للعراق والغزو بعد عام 2003 وهي نتيجة لما اقره الدستور من كثير من العوائق وكثير من الشوائب التي شابت هذا الدستور وكذلك كثير من المتعرجات التي تحدثنا عنها كثيرا ومنها كانت المادة 140 اذا المادة 140 هي التي ستحدد مسار العملية السياسية في فهم نتائج الاستفتاء كون الاستفتاء اخذ على عاتقه ليس المناطق الوحيدة والمناطق التي تتعلق بمحافظات اربيل ودهوك السليمان وانما مناطق المتنازع عليها وايضا منها محافظة كركوب التي اصبح هناك الكلام عليها كثيرا والتصريحات تأخذ مدى كبير تتصعد كما تفضلتم ان العديد من التصريحات كانت تنبئ بمواجهة عسكرية قادمة من هم من ينقود تقنى من الحرب الطائفية للحرب القومية هذه الامور تسمى هنا وهناك ولكن المعيار الاساسي في الخطوة الثانية بعد السياسية هي كيفية التعامل بموضوع العقوبات العقوبات التي الآن طالت اقليم كردوسان هي عقوبات سياسية وعقوبات اقتصادية وعقوبات امنية في هذا الجانب العقوبات عندما قرت من قبل اول ابرلمان العراقي في بغداد وكذلك القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء ايضا في بغداد نحن دائما عندما نناقش المشاكل السياسية وبعض المعاطفات التي قد تلحق الأذى بوحدة العراق أو كذلك عندما تكون رؤيتنا إذا كيفية معالجة ضرر أو مهمة أو حدث كبير كالاستفتاء لماذا تذهب جميع الأوجه إلى قرار عقوبات هذه العقوبات هي بالتالي ستطال من الشعب الكردي والشعب الكردي هو جزء من الشعب العراقي يعني هذه القرارات اليوم ضد أقليم كردستان يقول لك بأنها معاقبة للشعب العراقي في كردستان كون أن في كردستان لحد الآن الشعب هناك هو شعب عراقي هذه حقيقة وبالتالي يعني اللي يضرر هو الشعب وليس حكومة الأقليم حقيقة يعني هل هي فعلا عقوبة وليس التطبيق للدستور معقول هذا الكلام؟ الحقيقة عندما نتحدث كما قلت الدستور هو أقير في عام 2005 قلت هناك يعني صلاحيات أعطيت إلى أقليم كردستان أقليم كردستان أصبح أقليم قائم بحد ذاته لديه وزاراته لديه مؤسساته المهنية ومؤسساته الدستورية وليه أيضا قياداته وبالتالي هناك عملية أنه كان حكم فدرالي وهذا الحكم الفدرالي يعيش إلى هناك مركزية لا مركزية وبالتالي تكون هناك وزارات سيادية هي تتحق موجودة في بغداد هذه وزارات السيادية نرى أيضا حتى الحقوق التي أعطيت إلى أقليم كردستان بفتح حكم صليات له وسفارات ولدول أجنبية وعربية وبالتالي أيضا السيطرة على المنافذ الحدودية إدارة المنافذ هذه بشكل متفق عليها مع حكومة بغداد كذلك إنشاء المطارات الطيران المديني الذي رأيناه البارحة كان تعليق له لأنه نعلم جيدا أن الطيران مهما كان تبقى جميع المطارات في الدول هي مرهونة بالعاصمة تلك البلد وبمديرية الطيران المدني التابعة إلى ذلك البلد القسم هنا عندما نحالج مهمة نحن الآن أمام ليس مشكلة وإنما أمام حالة سياسية يعني يمضي فيها العراق وهي لا تقول خطورة عن ما حدث من عمليات مواجهة لإرهاب تلت ثلاثة السنوات الماضية طيب يعني دعنا نعرف للمشاهدة الآن يعني هل أنت في رأيك بأنه اللي صار اليوم من عقوبات من قبل البردمان والحكومة العراقية على أقليم كردستان هل هي ظلم ومحاصرة للشعب في كردستان وإجحاف حق هذا الشعب في كردستان أم هو يعني تطبيق للدستور تطبيق قانوني تطبيق حقيقي والأمر استحق ذلك يعني حكومة بغداد لو سكتت يقول لك الحكومة ضعيفة يعني نحن هنا لا نناقش الأمور من هذا الزياد أن تكون الحكومة قوية أو ضعيفة طيب نقول لماذا لم يكن هناك رؤية سياسية إلى القرار الذي اتخذ من قبل القيادات الكردية قيادات الكردية هي لم تتكلم عن استفتاء ولم تتكلم عن ما ستقوم به خلال أيام هي تحدثت قبل سنة ومشاورات ومداولات وتصريحات استمعناه هنا وهناك من قبل سياسيين ومن قبل مسؤولين في الأحزاب الكردية أيضا وبالتالي كان على الحكومة في بغداد أن تنتبه جيدا وأن تعالج هذا الوضع أنا أرى أنه كانت المعالجة ليست معالجة يعني حقيقية وليس نابعة من الحرس على وحدة العراق واستقرار العراق عندما تترك قضية مهمة تخص الأمن الوطني والقوم العراقي هكذا تتجاذبها القوى القليمية والدولية نحن أمام مشكلة داخلية نحن لا نعالج مشكلة في بلد آخر نحن نعالج مشكلة هي عن كيفية الحفاظ على أمن وسيادة واستقرار العراق وحدة العراق وبالتالي وحدة الشعب العراقي كاملة إذن عندما تترك هذه الأمور ونرى أن الدفع والعامل السياسي والفاعل السياسي للحكومة العراقية لم تكن بالمستوى الذي كنا نتأمله كسياسيين كباحثين وقبل ذلك كعراقيين نحن في كل حين هذا وطننا وطننا عندما يجزأ أو وطننا عندما يحاول أن يكون قطع هنا وهناك لا يمكن أن يكون مقبولا ومسوغا إلى عملية سياسية ولكن نقول أنه لماذا يترك هذا الأمر تعالجه أو تحاول أن تتقاذفه المصالح الإقليمية والدولية الآن لو رأينا تحديدا الموقف التركي الموقف الإيراني ماذا يبحث هل نتوقع أن تركيا وإيران هي أكثر حرصا على وحدة العراق من أهل العراق هل أنه الإيران والتركيا هي أكثر إيمانا بوحدة العراق من كل الشرفاء الوطنيين والسياسيين موجودين في العراق هل أن الشعب التركي أو الشعوب الإيراني هي أحرص من الشعب العراقي على اللحمة والنسيج الاجتماعي في هذا البلد بالتأكيد لا ولكن هناك مصالح تتجاذبها هاتين الدولتين الإقليميتين تركيا وإيران هي لا تبحث عن حقيقة الأمر عن راحة العراق وإنما تبحث عن كيفية الحفاظ على أمنها رأت في عملية الاستفتاء ورأت في عملية ما قام به إقليم كردستان يهدد تحديدا قبل مصالحها السياسية والاقتصادية يهدد أمنها الوطني القومي لأن كلا الدولتين تعيش حالة من التخبط في داخل وضعها السياسي أقصد هناك في التعامل مع الأحزاب والتعامل مع شعوبها هناك الحزب الديمقراطي الإيراني وهناك عدد من الشعب الكردي هناك الذربيجانيين هناك الأحواز العربستانيين هناك الأرمن هناك هاي داخل وداخل إيران كذلك في تركيا هناك أيضا حزب العمال التركي ونعلم ماذا يعمل حزب العمال التركي وهو إن قواعده وإن قياداته في جنوب شرق تركيا وماذا يفعل خلال ثلاثة ثمون سنة أو خلال ثلاثة عقود مضت كيف كانوا يواجه القوات الأمنية والعسكرية التركية إذن عندما تأتي هذه الحركة هي خوفا أن لا تناغم الشعور الكردي في باقي هذه الأخطار هي ناغمت يعني الأكراد في إيران مثلا فرحوا بهذا الأمر بل ليس فقط فرحوا إنما خرجوا بتظاهرات تؤيد وكانت في منطقة سننتج ولولا هذه المنطقة ولولا القيام القوات الأمنية بالسيطرة عهلة كان هناك كلام آخر في إيران يقول لك هذه الفرحة هي على كلام فاضي تماما والأكراد اتخذوا قرار سيء جدا 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 كيف يقول لك يعني مصادر تحدثت يعني قبل سنة ونص الحكومة تقريب كوندستان لم تكن تستطيع أن توفي جميع رواتب الموظفين كانت تدفع ربع أو نصف رواتب الموظفين مديونية أكثر من ملياري دولار للموظفين تخيل وأيضا لها ديون لشركات بالسياحة والاستثمار والنفط لأكثر من 30 مليار هذا كلام قبل ثلاث سنوات أيضا معاناة كبيرة جدا من داعش انخفاض بالسياحة كبير جدا بالتالي الإقليم يعني مع هذه العقوبات اليوم يقول لك بأن العقوبات التي فرضتها حكومة بغداد وتركيا وإيران والدول الأخرى على الإقليم الآن خلال 24 ساعة فقط أكثر من 20 مليون دولار خسرت حكومة إقليم كردستان وبالتالي الأكراد فرحانين على لا شيء فرحانين على الإفلاس هذا هو الحديث الموجود اليوم يعني قرار خاطئ قرار غير دستوري أردوغان حذرهم وقل لهم أنتوا رح تندمون على هذا الموضوع موضوع يعني حركة ليست في وقتها الصحيح هكذا فسرها الكثير من السياسيون دعك من موضوع الديمقراطية في الحقيقة الشعب سيجوع أكثر مما هو عليه هذا هو الموجود نحن عندما نقول ونناقش الموضوع من باب داخلي وطني يهم أبناء الشعب العراقي أقول أنه كما قلت أنه هذه قضية داخلية عندما تكون قضية داخلية وتهم وحدة البلد تناقش من قبل جميع القيادات السياسية طيب لو نظرنا إلى الأحداث ما بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 ماذا خلف هذا الغزو خلف عملية سياسية ألا ترى أن هذه العملية السياسية الآن أصبحت غير مجدية بل أصبحت عملية سياسية فاشلة العملية السياسية التي تستطيع أن تحافظ على وحدة العراق العملية السياسية التي لا تستطيع أن تواكب طموحات الشعب العراقي التي لا تستطيع أن يكون جميع المشاركين فيها يعملون بصيغة الشراكة وتحقيق الغاية التي أتوا بها هل هذه عملية ديمقراطية؟ هذه النتيجة نراها أن أحد نتائج العملية السياسية نراها أنها لم تصل وترتقي إلى حالة الطموح التي كان يسعى إليها الجميع هذه عرت الغزو الأمريكي عرت الإدارة الأمريكية التي جاءت بالاحتلال ولذلك نراها الآن عندما الفريق الرئيسي كالتحالف الكردستاني عندما ينعي العملية السياسية في العراق وعندما يتحدث قادته ومسؤوليه ويقولون أن هذه العملية السياسية ليست عملة ديمقراطية هم ابتعدوا عن مبدأ الشراكة إلى الأغلبية هم حجموا وأقصوا كثير من القوى السياسية ومنها القوى الكردية تقول الكادات الكردية أن هذه أصبح حكما ليست ديمقراطية حكما طائفيا فذهب الكثير منهم إلى اعتبار أنه ما يحكم في العراق وولاية الفقه وأنه ما يحمي هذه العملية السياسية هم الميليشيات المرتبطة بإيران بس هناك من يقول لك بأن الأكراد يعني خلينا نكون بأنه تم إقصائهم تم عدم إشراكهم مثل ما تتحدث طيب هناك من يقول لك بأن الأكراد أصلا استغلوا القوات العراقية استغلوا وضع القوات العراقية بأنها منهكة من داعش تعبت كثيرا من هذا الموقف هنا وهناك حرب عصابات مع داعش هي تستغل توقيت تستغل موقف تستغل ضعف معين تستغل دعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن تستقر هي التي تذهب إلى الانفصال حكومة العراقية لم تقل يوما دعونا ننفصل أو نتمزق بالعكس توجه الحكومة العراقية مثل كلامك ليس مثل كلام الأكراد أكراد يقول لك أنا أريد أن أستغل مزقوا يا سيدي الجوازات بالشوارع يعني توسطناها لفهم نحن عندما ننظر إلى تصرفات بشكل عام وننظر إلى التصرفات الخاصة طيب ردود الأفعال موجودة نحن لو نظرنا الآن إلى ردود الأفعال أيضا اللي موجودة نحن ليس مع التصعيد ليس مع الخطاب الذي يسعى إلى استخدام القوة والإرهاب والتسلط نحن مع لغة الحوار حدث ما حدث أنا قلت دائما لا أرجع إلى الوراء نحن يجب أن نتقدم يا أمام الآن نتحدث ما بعد الخامس والعشرين من أيلول هناك الآن عندما شعرنا بخطورة الأوضاع عندما شعرت القوة السياسية في داخل العراق بخطورة الوضع الآن عندما شعرت أن هناك فعلا مواجهة قد تحدث أنه لا سامح الله أن قد يتهدد الأمن الوطني القومي أكثر أن يكون هناك تجزئة واضحة ودقيقة أي أن هناك ممكن من يذهب بعيدا إلى مواجهة عسكرية هل هذه المواجهة العسكرية الآن التي يتحدث بها بعض الأطراف هل تخدم الشعب العراقي الآن؟ هل الشعب العراقي الآن أو العراق مهيئ أو مستعد إلى حرب أخرى؟ هل يستعد إلى حروب داخلية؟ ألا يكفي ما حدث ألا يكفي العراق أربعة سنة من الدمار ومن الهلاك ومن الضياء؟ نحن لا زال العراق يحارب ويواجه منذ ثلاث سنواتي حد الآن عناصر الإرهاب لا زال العراق الآن يحاول أن يرمي ما تهدم وما تحطم من مدن وما ضاء ضاعة من بنية تحتية لكثير من محافظات أكثر من خمس محافظات ست محافظات في العراق بالتالي نحن أمام خمسة مليون نازح مليون وثمانمائة ألف واحد منهم الآن حاليا وين؟ في كردستان نحن أمام لازم معطيات الآن نبحث عن كيفية بناء العراق كيفية استعداد إلى العراق عندما تأتي هذه الخطوة في موضوع الاستفتاء كما قلت لو نظرت بغداد إلى هذه الحالة باهتمام لا ما كان وصل الأمر إلى حدا نحن لا نعذر أحدا هنا ولا نتكلم هنا دفاع عن هذا وده هذا نحن أهم شيء أدنى وأهم منضقتة أساسية ومبدئية لا رهان عليها وحدة العراق والبقاء العراق موحدا وبالتالي ممكن الآن العودة الآن نرى ماذا حدث هناك الآن مبادرات دولية ومبادرات داخلية الإقليمية نرى استصاعد الخطاب كما قلت وأكثر استصاعد الخطاب والخطاب التركي وقل ما قلت له مبرراته مبرراته أن تركيا تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى أهم شيء عندها نقطة أساسية ولا تهتم بموضوع الاقتصاد بشكل حيوي ولا تهتم بالوضع السيازي بشكل جديد عندها أهم شيء الأمن الوطني القومي ولذلك نرى أن المجلس الأمن القومي التركي هو من يحدث سياسات الدولة التركية وبهذا قد سطع أردوغان أن يحتكم ويسيطر على هذا المجلس بإجراءات إدارية وسياسية وانتخابية وصله باستفتاء شعبي وبالتالي أصبح الآن هو من يقود هذا المجلس نرى أن المجلس ماذا يثب؟ رغم أن الأتراك والحكومة التركية تعلم أن الحليف الستراتيجي في منطق في العراق هو الحليف السؤال له هو القيادة الحزب الجيمقراطي ممثلا بالقيادات الكردية الموجودة الآن ويعلم جيدا أن هناك اتفاقات أمنية في كيفية مواجهة حزب العمال داخل على الحدود العراقية التركية المشتركة هناك 350 كم مشتركة بين التركيا والعراق هي باتفاقيات سياسية وأمنية وحتى استخبارية من حقها هي إذن تصرح بهذا الشكل؟ هذا الارتفاع الارتفاعي ما قلت أنه تركت كل هذا الجانب رغم أنه إذا استمرت هذه العقوبات التي ستفرض من قبل تركيا راح يتأذر اقتصاد التركي بـ 40 مليار دولار 40 مليار دولار نحن لا نتحدث عن مليار أو مليارين هذه كلها أتركت لكن أصبحت هناك مبدأ تخشى على وحدة وسلامة الأراضي التركية وتخشى وأيضا من عودة حزب العموال ومناغمتي هنا سنكون أمام حالتي هناك العقوبات التركية وهناك العقوبات الإيرانية هنا نرى تسارع في حملية المناورات العسكرية التركية العراقية على الحردون المشتركة هنا الآن أعلنت إيران اليوم عن بدء قريبا عن هذه المناورات كل من تركيا سترى أخي أستاذ أحمد والمشاهدين سنرى أن هناك متابعة لمن سينفذ أكثر العقوبات تركيا أم إيران لأن كل الدولتين تسعى إلى أن يكون أيضا تراقب حقيقة الأمر كيف هناك قد تستغل قد تطبق تركيا العقوبات وقد تتأخر إيران من يكون مستفيد بذلك؟ الاقتصاد الإيراني سيرفع عملية التبادل لأن المنائم ستبقى عملية التبادل التجاري قائمة بين إيران وقيم كردوس أو العكس صحيح ولكن بالتالي عندما نظرت الآن القوى الدولية العراق منطقة قريب كردستان ليس منطقتهم فقط العراق كوحدة العراق أو المحافظة على العراق كموحد وأنه ممكن أن تكون هناك عمليات وحالة من التوتر السياسي والعسكري والأمني طيب بس يقول لك خلينا نتحدث عن هذه المنطقة الآن يعني قريب كردستان اليوم يقول لك مدام هي مدعومة من إسرائيل ومدام أن العالم الإسرائيلي رفع وموجود الصور وموجود الأفلام هذا ليس كلامي هذا كلام باحثين ومحللين مدام هي مدعومة من إسرائيل فهي ستصل إلى ما تريد أن تصل إليه وستتحول إلى قوة وستتحول إلى سكين في خاصرة هذه الدول اللي هي تركيا واللي هي إيران واللي هي حتى أجار العراق كما قال البرزاني وبالتالي هذا هو الوضع المطروح يا سيدي هل من الممكن أن يكون هذا الطرح أم أن تركيا ستكون قوية في مواجهة إسرائيل ودعمها لهذا المشروع أنا قلت أنه الكل متوجس بما يحدث الكل يتوجس إيران تقول أنه كيف أسمح بأن تكون دولة قريبة من عندي تدعم وتكون لديها علاقات مع الكيان الصهوني مثلا أو تركيا تقول كيف أن تكون هذه الدولة ممكن أن تحقق أو تؤذي الأمن الوطني القومي لي أنا أقول من ناحية السياسية عندما تريد أن تعلن دولة الآن لازم الدولة أي دولة تعلن أن تكون دولة لها سيادة أن تحصل على تسعة أصوات من مجلس الأمن عدد خمس لا تدخل خمس دول الرئيسية كمجلس الأمن الرئيسية كما نعلمها هي الولايات المتحدة الأمريكية والروسيا وألمانيا والصين وبريطانيا في التصويت يكون عليها أن لا تستخدم الفيتو هنا من الخمسة عشر على الدولة التي تريد أن تعني نفسها دولة وتؤسس إلى حالة إدارية وسياسية أن تحصل على تسعة أصوات من مجلس الأمن ثم يحال الأمر إلى مجلس الأمن المتحدة ولكن هناك ثلثي أصوات دول العالم يعني هذا المعمول به إذن أنت أمام من عطرف جديد هي لا يعني أنه عندما أنت أحصرت استفتاء الاستفتاء عندما حدث حدث بقرار خلاص أنت الاندفاع الذي تصار التصاعد والخطاب السياسي في العراق وقرارات المجلس النواب وبالتالي ما حدث من معالجة سريعة إلى الوضع في إقليم كردستان وسمح بالتصاعد والخطاب الشعبوي داخل إقليم كردستان فلم تستطع القيادات الكردية العودة إلى ما وعدت به أبناء الشعب الكردي من أن يجري استفتاء هذا الموضوع مهم جدا علينا أن ننظر به فنحن قلنا أن استفتاء جاري أنا أقول هذه المنطقة كيفي؟ لماذا أهميتها عالية؟ لأنه تهم المنطقة لا سامح الله أي رياح ممكن تحدث في هذه المنطقة تحديدا رياح هذه العاصفة سوف لا تؤذي العراق رياحها ستصيب جميع الدول الإقليمية وتتصيب مصالح دول كبرى هذه الدول الكبرى هي تسعى إلى وحدة العراق وتسعى إلى الحوار الآن نرى خطاب الولايات المتحدة الأمريكية نحن استمعنا إلى البيان الرسمي لوزارة الخارجية التي اعتبرت أن الاستفتاء هو غير شرعي ووحادي الجانب وبالتالي غير مقبول أليس هذا نارفع؟ ولكن الفقرة الثانية تقول أنه أيضا نحن مع أن على الدول الإقليمية ويقصد بها تركيا وإيران عدم استخدام والتلويح باستخدام القوة من حادية الجانب إذن هنا تحذير أيضا ثاني إلى هذه الدول بعدم استخدام القوة وبالتالي تعلم والنقطة الثالثة أنهما يقولون أنه نحن نرتبط بعلاقة وثقة وتاريخية مع الشعب الكردي فلذلك علينا أن نسعى إلى الحوار وإلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحال هذه المشكلة لكن المفاوضات لحد الآن سيدي الكريم يعني لم تصل إلى أي شيء كل المفاوضات من قبل يوم 25 إلى يوم 25 إلى ما بعد يوم 25 إلى هذه اللحظة اللي أنا جالس بها أتحدث بها وياك لم نصل بالمفاوضات إلى أي نتيجة غير الطلاق هذا هو المطروح يا سيدي أنت تريد قضية سياسية تسعى إلى إعلان دولة أو إلى انفصال عن بلد كالعراق هذا العراق الحضارة العراق الذي بني والعراق الذي صاحب الحضارات والذي تاريخه 6 ألف قبل ميلاد الآن وهناك من يريد أن يغير بعض من معالمه وغير من خريطته السياسية ومن تاريخه يعني هل تراها أنه ممكن أن تتصاع أن تكون هي يعني أن تنتهي بأيام وأشهر هذه بدأت أنا أناقش معك أنا لو أريد أرجع إلى قبل 25 لديك كلام كثير نحن لازم لو قلنا لماذا أدى لماذا قيام أقليم كردستان بإعلان الاستفتاء وما هي الدوافع الأساسية نحن الآن نتكلم عن نتائج لو تكلمنا عن الأسباب تكلمنا عن جزء منها وما قلت أن القيادات الكردية شعرت أنها أصبحت خارج العملية السياسية وقلت أنه هذه أحد أسباب السلبية للعملية السياسية الفاشية التي أجاء بها الاحتلال إذا كانت الولايات المتحدة جادة في الدفاع عن العملية السياسية التي دعمتها وساندها طيلة 14 سنة ألا تستطيع الولايات المتحدة ملك أن تتدخل لحماية العراق بالتالي الآن نرى ماذا حدث أيضا المبادرة الأوروبية ممثلة بمن؟ بدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون ماكرون نعلم أن السياسة الفرنسية أكبر حليف بعد الولايات المتحدة الأمريكية للأكراد وللأحزاب الكردي هي فرنسا فرنسا ترتبط بإعلاقات ستراتيجية وتاريخية عميقة مع الحركات السياسية الكردية ليس هي وليدة اليوم أو وليدة العشر سنوات الماضية هي وليدة عقوص سابقة ونعلم الدعم المادي والدعم السياسي الذي كان يحظى به تحظى به منطقة غدين كردستان من زوجة الرئيس ميترانا وكيف أنه الدعم الذي كانت أيضا في البرلمان الأوروبي الموضوع الأكراد والأحزاب الكردي تمتلك علاقات واسعة وتمتلك أيضا مراكز لديها علاقة مع مراكز قوة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي وكذلك في البرلمانات الأوروبية هنا أقصد عندما تدخل الآن فرنسا وترسل صحيح أن الدعوة الرسمية إلى الأعباد هي مقررة قبل شهر ولكن الآن من ضمن النقاط التي ستناقش معه والنقطة الأساسية والرئيسية فيه الذي ستفضي إليه يوم الخميس القادم هي موضوع الاستفتاء الاستفتاء أنه على الجميع نجلس وأن يحاول هناك حقوق ولكن في نفس الوقت الكل أجمع على وحدة وسلامة العراق اثنين على أن تبدأ لغة الحوار لنعلم أو ليعلم جميع الأطراف من هو متسبب في ضياء بعض الحقوق أو عدم تطبيق بعض المواد أنا هنا أقول نتكلم وتشدق السياسيون الآن بموضوع الدستور هم يعلمون جدا أن الدستور هو أقر وفيه كثير من العثرات فيه كثير من مناطق التوتر يعني كم مناطق التوتر أو فقرات تسعى إلى سميت في القنابل الموقوطة أنا وحدة من القنابل الموقوطة هي المناطق المتنازلة عليه 140 لماذا من عام 2005 لحد أن لم تحل مادة 140 لماذا لم يسعى إلى أن ننهي هذا الموضوع يعني يفترض أن أنت الآن عندك معارك الآن تجارية الآن معركة واضحة في الحويجة ومواجهات في الحويجة والآن هناك لا زالت ناحيتين مهمتين هي ناحية الرشاد والرياض لم تستكمل في الحويجة والحويجة والعزام مركز قضاء الحويجة والحويجة ليست قضاء عادياً قضاء مهمة استراتيجياً بالتالي هناك أيضاً عندك معركة أخرى فيها عالي الفرات إذن لا زالت لي حد الآن أمام مبدأ أساسي يسعى إليها الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول ذات المصدح في التحالف الوطني يعني في التحالف الدولي يسعى إلى تحقيق غايتين أولاً مكافحة الإرهاب وثانياً تطويق النفوذ الإيراني إذن أنت عندما لديك هدفين رئيسيين فإذن ماذا قالوا؟ قالوا في كل بيانات المجلس السدرات أن ما حدث في استفتاء كردستان أضاع الأولويات في هاتين النقطتين المهمة والتحديداً أولاً الإرهاب طيب أحنا نجعل الإرهاب لكن هناك طرح من قبل بعض أعضاء البرلمان مهم جداً حول مسعود البرزاني يقول لك إحنا نريد حقيقة أن نستجوب مسعود البرزاني لأنه يعني يسيطر على ربع المنتوج النفطي في العراق والرجل يعني حاجز لهذا النفط وبالتالي يعني ألا تجد يعني اليوم بحسب الدستور لأنت الآن تتكلم عنه بحسب الدستور بحسب أنه مجزء من العراق لا يمكن مسعود البرزاني أنه يمسك هذا النفط وينتجه بطريقة أنه ما يشارك بالحكومة المركزية بالتالي يأثر اقتصادياً يأثر بشكل كبير جداً على الحكومة الرجل يجب أن يستجوب هذه هي مطالبات أعضاء البرلمان هل أنت تتفق معها؟ يعني أنت لا تعلم جنابك أن هناك اتفاقيات سياسية حدثت ما بين حكومة المالكة وما بين قيارة الأقليم هذه اتفاقات موجودة ومثبتة والآن الوثائق السياسية بدأت تخرج والكل يعلم حقيقة الأمر أن المالك في حينها كان يسعى إلى ولاية ثالثة وإلى قبل الولاية الثالثة كان يسعى إلى ولاية ثانية أيضاً هنا الاتفاقيات السياسية التي جرت العراق إلى ما نحن عليه الآن يعني أقصد عدم الوثوق بين جميع الأطراف السياسية الآن عندما قلت أنه شريك رئيسي عندما يتكلم عن العملية السياسية هل وجود بعض العملية السياسية؟ يجب الآن أن نعمل ما يلي يعني إذا أردت حواراً سياسياً وعودة إلى بناء الحالة الجديدة للعراق أن يكون هناك دستور جديد أن تكون هناك قوة سياسية تعمل على خدمة العراق أن يشارك الجميع في تغيير هذا الدستور وتغيير العملية السياسية وبناء نظام سياسي جديد وهذا النظام السياسي ليس حكراً على حزب الفلاني وليس حكراً على الجهة الفلانية أو التحالف الفلاني يجب أن يشارك به الجميع بعد أن فشل بعد أن قلت فشلت فشلت ذريعاً على العملية السياسية إذن هذه القوة الوطنية حتى تتدخل القوة صاحبة البصحة الحقيقية في تغيير وضع سياسي الآن في العراق إذا كنا نتحدث عن ديمقراطية فهي هذه الديمقراطية الشعبية الحقيقية وبالتالي نحن أمام منعطف خطير جداً إذا لم تعالجوا الأمور بهذه العجالة نتكلم ماذا؟ كيف أولجت الأمور؟ أولجت بعقوبات نحن لم ننطي الموضوع أهمية كبيرة عندما تعالج هذه الأمور بعقوبات كما قلت اقتصادية إدارية الشعب الكردي هو الذي سناله الكثير من هذه العقوبات بل الشعب الكردي أنا حقيقة لا أقبل أن يمن علينا أحد رؤساء الدول الإقليمية بأن يسعى أو يهدد بتجويع بلد أو بتجويع شعب شعب الكردي يبقى شعبنا مهما قيل ومهما تحدث هو جزء من الشعب العراقي هذا الشعب الذي عاش حياة كريمة مع شعب العراقي طيلت تاريخ العراق طيلت بقاء العراق دافع عن أمن العراق دافع عن سلامة العراق كان ولا يزال هو جزء من التكوين والنسيج الاجتماع العراقي لا يمن علينا أحدا نحن لو نتكلم بأخبات مهما كيف تشتد العقوبات الإقليمية كلما اشتدت العقوبات الداخلية سنسعى أو سيكون هناك رادع سيكون هناك أيضا جانب مهم جدا سيسعى إليه الدول الإقليمية ماذا تقول الدول الإقليمية؟ تقول نحن مع كل القرارات الآن لو رأيت عندما صدر التوجيه في بغداد قال أننا لسنا مع تجويع الشعب الكردي طيب بعدما تعالت الأصوات بعدم السماح بذلك العراق عاش تجربة ليست تجربة إنما عاش حالة من الانتقام الدولي بعقوبات دولية جائرة طيب هل أنت مع إعادة التصويت في البرلمان حول الإجراءات المتخذة رد أقليم كردستان؟ أنا أقول هنا جنابك كريم نحن لا نتكلم بفرضيات لا نتكلم بفرضيات لا البرلمان العراقي سيرجع عن قراراته ولا البرلمان في كردستان سيرجع عن قراراته لكن مطالبات واقعية ولكن من سيرجع؟ أنا أقول هنا دائما سنكون نحن ليس اليوم ولا غدا لكن أكيد ستأتي الأسابيع القادمة وسنرى هناك عملية حل حالة لهذا الموضوع المهم لا يمكن حل هذا الموضوع إلا بدعوة أممية دولية أقليمية الكل يجلس والكل يعود إلى إعادة النظر فيما يجد من عملية سياسية في العراق بإيجاد نظام سياسي جديد والاحتكام على كل القرارات التي من شأنها أن تعيد العراق إلى ما كان عليه هنا أقول ستتدخل الأمم المتحدة ستتدخل الولادة المتحدة الأمريكية الولادة المتحدة الأمريكية الآن واضح من بيانها البارحة في البيانة الوزارة الخارجة روم طبعا روم شدته واللهجته التصاعدية ورفضه إلى الانفصار تحديدا وإلى قونه أنه حارجا ولكنه أكد على مبدأ الحوار وأنه لا يسمح في استخدام القوة بس الأكراد يقول لك إحنا شبعنا يعني إحنا من 2003 لحد الآن كشريك للحكومة العراقية وفي الدستور ما حصلنا شيء لم يطبق أي شيء يا سيدي بالتالي يعني هذه الدعوات أنه نجدس سوية ولا تفاوض سوية هم الآن بعد ما يدورون الأكراد يدور على ضمانات من الأمم المتحدة وعلى وعود حتى ينفصلون حتى لو بعد سنتين هذا هو كلام القيادة الكردية بعد ما أتاها بعد الخامسة والعشرين خلال أربعة أيام وخمسة أيام الماضية لا هي دعت الآن إلى موضوع الحوار وموضوع أن نجلس خلال سنتين ونضع قرارات الاستفتاء جانبا أنه نحن لسنا لا ندعو أنه بعد الانفصال أنه دعينا إلى عملية بعد الاستفتاء دعينا إلى الانفصال أو دعينا إلى قيام دولة كردية نحن نريد الحوار وليس نحن ندعو إلى الآن إلى ترسيم الحدود القضية هي قضية واضحة المعالم بعد الضغط أنا أقول لماذا لم تستخدمها مثلا لو كانت القضية جادة أنا لا أبحث هنا أنا أقول لماذا نحن دائما عندما تختلف إرادات السياسية داخل بلد واحد أو عندما تختلف إرادات السياسية بين بلدان مجاورة يستخدم مبدأ العقوبات يعني ألا يوجد غير صوت العقوبة والصوت الثاني ومعه التدخل العسكري ألا يوجد حكمة ألا يوجد تعقل ألا يوجد حرص على هذا الشعب العراقي ألا يوجد حرص على العراق العراق إذا ذهب سيئتها بالجميع من سيبقى أي عنوان سيبقى وأي كلام سيبقى هل نحن مع البنية الاقتصادية التي تحطمت في العراق أن نحطم ما تبقى أيضا من بنية الاقتصادية في شمال العراق أنا أتكلم بمفهوم ودواعي الدولة الوطنية أنا لا أتكلم بمفهوم الدولة الطائفية وليست الدولة القومية أو الانفصالية هنا أتكلم عن وحدة الشعب العراقي أنا أفهم حقيقة الأمر وأفهم حقيقة ما حدث ويحدث حدث ويحدث سببه كما قلت الخرق الواضح لكثير من المواد الدستورة وضعت وهي كانت وضعت لتخدم مصالح هذه الكتلة السياسية التي شاركت جميع بالتصويت عليها وباستثناء المحاوضات التي أيضا لم تصوت عليها وهي التي بالتالي وصل الحال بها إلى موصلة الآن بمواجهات عسكرية مع تنظيم الدولة هنا أرجع وأقول طيب القوة السنية دعمت استفتاء أقليم كردستان ودعمت فكرة الانفصال من الكردستان يعني هل أنت مع هذا التوجه؟ لا من هي القوة السنية لدعمة الانفصال؟ هذه ظهرت القوة السنية ظهروا بشكل عام وأعلنوا ذلك يا سيدي لا أنا أتكلم يعني هل أنت تعتبروا مثلا بعض؟ لا طبعا يعني عندما يذهب عدد من الموجودين في منطقة تقليم كردستان ويصوتوا على الاستفتاء هل هذا معنات أن القوة السنية كلها دعمت؟ نحن لماذا نتكلم بهذا المفألنا كما قلت قبل قبل أنا نتكلم بالاسم المجموع ولو أتينا هذا الموضوع ولو أتينا إلى هذه المفردة التي لا أحب أن أتكلم بها أنا أتعلم جنابك من خلال الحوارات معكم ومع الآخرين أنا أؤكد على وحدة الشعب العراقي نعم الاحتلال فرض علينا تسميات السنة الشيعة الكراد المسيحيين المذاهب هذه كانت هي دعامة وحدة العراق لكن مع الأسف بعد الاحتلال هي أصبحت مفاهيم تثقل الوضع السياسي في العراق وتضعف الوضع الأمني وبالتالي حتى وصل إلى موضوع التجزية العراق لا يمكن أن يعيش إلا واحدة موحدة نحن نقول الآن لغة الحوار هي التي ستنهي جميع هذه الإشكالات أنا لا أقول هنا أن الجهة الفلانية صوتت أو الجهة الفلانية لم تصوت نحن نعلم أن الاستفتاح حصل في مناطق متنازع عليها وهذا ما سبب إشكالا سياسيا في كثير من الجهات السياسية في بغداد والتي اعتبرت أن هذا الموضوع غير متفق عليه وأن المواد 140 بعد حتى لم ننتهي من عندها فلماذا يجري بها الاستفتاء؟ طبعا عندما نتكلم نضع هنا النقاط الإشكالات ونضع هنا نقاط الإشكالات بس المشكلة أيضا استفتاء غصبا عن الكل تحرك البيش مرق في كركو غصبا عن الكل حكومة العراقية شافت نفسه في موقف يعني لا تستطيع التحديث إلا بلغة القوة ولا زال حيدر العبادي لا يتكلم بلغة القوة قال إلا إذا اضطررنا إلى ذلك وهو ما سيحدث احنا دائما نؤكد على نعم الخرقات موجودة نعم هناك بعض الإجراءات الإدارية والسياسية ولكن كما قلت لو نرجع أنا لا أريد أن أعود إلى ما قبل 25 أنا ذهمني الآن بعد 25 أنا أركز على ذلك لأن الحدث السياسي الذي كانت جميع القوة داخليا أو إقليميا أو دوليا تخشى منه حدث الاستفتاءة انتهى نتاج الاستفتاءة أصبحت واضحة كوضع سياسي واضح كورقة سياسية أصبحت بيد القوة والأحزاب السياسية الكردية لكن نحن نبحث عن كيفية حالة هذه المشكلة حتى نذهب بعيدا عندما نقول أن نحن أمام عواقب أن نحن نريد أن نحافظ على النسيج الاجتماعي العراقي العراقات لا تمحى بعقوبات إدارية أو اقتصادية علاقات الشعوب وعلاقات البلد الواحد تبقى هي التي تدافع إلى ذلك الآن كيف تستطيع أن تعاقب مثلا بهذه العقوبات الدارية والاقتصادية ألا يوجد لديك كما قلت أكثر من مليون واثنانمائة ألف نازح هؤلاء من؟ كلهم من أخضاء شعبنا الكردي إلا من أبناء العراق من القومية العربية من العرب السنة كما تريد أن نقول وهم الذين نزحوا وهم الذين تركوا واستقبلهم الكرد برحابة صدر لا يستقبلهم لأنه أبناء بلد واحد تستمر حياة التنقل ما بين الإقليم بكرة أحد يريد أن يغادر من أبناء هذا الإقليم أو يغادر من أبناء العرب الموجودين هناك إلى محاوظات أخرى إلى بغداد إلى البصرة إلى النجف هذه كلها موجودة ومفتوحة الخطوط الداخلية وبعدين بالتالي هو لم يعلقها إلى أمد وعلقها إلى نهاية السنة هنا أفهم أن هناك مجال وسعى إلى إعارة الجلوس إلى طالة المفاوضات تقول لي أنه كيف بغداد وأربيل أن يرتقون طبعا لا يرتقون إلا بوسطاء الداخلين ولذلك كما قلت تحركت الآن الوسطات وتحركت المبادرات الداخلية إذا على مستوى قيادات سياسية وإذا على مستوى اتحادات نرى الآن المبادرة التي قام بها قيادة علاوي وكذلك المبادرة التي قام بها اتحاد القوى الوطنية هذا دافع أساسي إلى الجميع أن يبحث عن شيء ويبحث عن ماذا؟ يبحث عن أن لا يكبر العراق بمشاكل مستقبلية ولا يكبر العراق بشيء يؤثر عليه وعلى النسيج الاجتماعي فيه نحن لا نقبل أن يتحول العراق إلى صراع بين القوى الإقليمية طيب هذا الصراع خلينا في هذا الصراع أنت لا تريد طيب يعني أنت ماذا تريد أنه تتحول هذه المنطقة إلى صراعات وكذا طيب وهذا لا يتمنى أي مواطن عراقي شريف إن كان كردي أو عربي لكن السؤال هنا يا سيدي اليوم هذا الصراع المقبل الذي يمكن أن يحصل هل تعتقد بأنه سيؤثر وإن كان الصراع سياسيا بقية سياسيا هل سيؤثر على التقدم في الحويجة ضد داعش الإرهابي في المناطق التي يتم تحريرها اليوم يعني لا يبدو ذلك الآن التقدم قوي جدا للقوات العراقية في الحويجة في الأنبار لكن هناك من توقع يقول لك ستأثر بشكل كبير جدا أي تطور قادم بعد كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها كما قلت لجنابك الكريم أن التحالف الدول يسعى والولايات المتحدة تسعى إلى هدفين رئيسين أولا إنهاء ومكافعة الإرهاب داخل العراق هذا هدف ستراتيجي تسعى إليه الولايات المتحدة لكي تقول أنا من كنت القوى الأبرز والأقوى في إنهاء الإرهاب في العراق وسوريا أنا من حافظت على أمن الشرق الأوسط وأنا من حميت ومنعت كثير من العمليات في بلدان أوروبية ومن كافح ومن قاتل ومن الآن يدافع عن الفلول وما تبقى من عناصر التنظيم الدولة والذين يذهبون الآن إلى مثلا في منطق السيناء وإلى ليبيا ونرى البارحة أول بارحة كما كيف تم توجيه عدة ضربات لهم في ليبيا هنا يبقى الحال أبدا هذا الموضوع يعني موضوع الحويجة وموضوع القتال في مناطق أخرى لا يتأثر المناطق مستمرة واليوم بدأت المرحلة الثالثة وبالتالي لا ننسى أنه اتفاق الذي وقعه قبل عملية الاستفتاء ما بين القوات الأمنية العراقية وما بين القوات الأمنية الكردية بالتعاون في موضوع الحويجة الهدف ستراتيجي لو نظرنا إلى قبل نحن اليوم نحن الشهر القادم في 17 عشر بعد أسبوعين ستكون الذكرى أو السنة الأولى إلى بدء عمليات المواجهة لعناصر التنظيم في مدينة الموصل ألا نتذكر وفي توطية خاصة مع جنابك الكريم وجعلتني ساعتين أتكلم لا أنسى السيد أحمد تتذكرها جيدا عندما أرطينا هذا الموضوع ألا يكون هناك نقطة جوهرية تحدثنا عليها قلنا ماذا قلنا فيها قلنا لأول مرة تنسيق عالي ما بين القوات الأمنية العراقية ومثلة ببغداد وما بين القوات العسكرية والأمنية التي البيشمرقة في أربير وأول دخول لقطعات من الجيش العراقية وأول ارتحام وأول قتال مشترك في مناطق سهنينوى وتحقق بها نتائج ماذا حصل خلال هذا السنة الماضية هذه مفترقات وهذه أمور سياسية والوضع السياسي دائما والخلافات السياسية دائما وجميع الأوضاع التي تعيشها المنطقة من توترات هي تدفع الآخرين إلى اتخاذ قرارات وتدفعهم إلى اتخاذ رؤى سياسية قد لا تخدم في فترة ولكن ليس من المعيب وليس من المغجل أن الإنسان يرجع ويتحاور للوصول إلى نقاط مهمة طيب الفترة هذه الفترة هذه التي نواجهها اليوم من استفتاء قليل كردستان من إجراءات خطيرة جدا هناك من وصف هذه المرحلة أخطر بكثير من المرحلة التي واجهها العراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات كبيرة من أراضيه ليس فقط من موضوع سيطرة عناصر التنظيم على العراق وعلى ثلث مساحة العراق وإنما أخطر ما واجهها العراق من مشاكل ومنعطفات وأدت إلى أن يكون العراق في مخاضات عديدة العراق خاض مخاضات عديدة ولكن هذا المخاض هو المخاض العسير وهذا المخاض الذي سيؤدي إلى لحمة جديدة للشعب العراقي بكافة قومياته واطيافي أنا أتكلم من ناحية العطفي أنا أتكلم من أسوة صحيحة مبنية على أن العراق هذا العراق وهذا شعب العراق وهذه قوة العراق نحن لا نقبل يعني أنت متفائل بأن ستكون هناك صحوة للمواطن العراقي العربي والكردي نعم بوحدة بلده بعودة بلده بعد كل هذه الأزمات أم يعني خلص لازم ننفصل وتعبنا وتعذبنا من كل ما صار من قبل الحكومتين أو كذا لا تكون هكذا الأمور ولكن تقاس الأمور بأن الجميع جميع يسعى إلى حياة يعني حياة تكون فيها جميع القوميات جميع الشعب العراقي يعيش ضمن إطار الحقوق والواجبات أن تسود لغة المواطنة والدولة المواطنة أن يكون الدستور المعد جديداً ليس هذا الدستور الذي نتكلم عليه بإطاره الجديد الذي يخدم جميع الجميع أن لا توجد فقرات فيه تدعو إلى التوتر كما نراها الآن هنا سيكون لغة الحوار اللغة الحوار ما بين أبناء الشعب الواحد ما بين القوى السياسية هي كفيلة بإيجاد حالة متقدمة وأنا متفائل بذلك وستراها القانون إن شاء الله الخبير في مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأستاذ إياد العناس شكراً جزيلاً على حضورك شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً أستاذ أحمد أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم أشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة